السباح الخير عليكم مرحبا وسهلا وسهلا ومرحبا مرحبا وسهلا حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم واللي ما هو مشترك في الصفحة يحاول يشارك في الصفحة وعد الجيم كذلك للصفحة نتواصلوا فيها إن شاء الله في انتظار عودة صفحاتكم الرئيسية بإذن الله تعالى ونوجه الشكر للأخ اللي أتاحنا هذه النافذة باش نتواصلوا معكم إذن حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم ثواني ونبدأ طبعا اللي يفوتوا جزء من اللايف ممكن يرجع له إذن نبدأ بإذن الله تعالى كيف شفتم من خلال العنوان نحن اليوم السبت الخامس من دجمبر 2020 وفي هذا الفيديو سنتحدث عن النقيب السابق نقيب المحاميين السابق المغاربة محمد زيان اللي يتعرض الآن يحمل شرسة من طرف النظام الدكتاتوري الفاسد المجرم النظام الهلكي والآليات راكم عارفينها هي المخابرات المغربية الديستي بالخصوص وموقع ولد طامو الذي طبعا يستعمل كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضين ومع الناس اللي يقولون كلمة الحق في زريبة السادس تعرفوا بأن النقيب زيان قبل أيام نشر له موقع شفخ خيخي اللي طبعا يديره هو ولد طامو ورا نمال لما نجني عليه لما نقول ولد طامو هذاك هو اسم أمو يعني أمو اسمها طامو يعني ليس تجنيا إذا كان هو يطاول على الشريفات العفيفات فإحنا نكنه كامل الاحترام لوالدته ولكن فقط نذكره على أنه هو ولد طامو وأنه لو كان تربى طربية حسنة ما فعله ويفعل كل هذه الأفعال الدنيسة الدنيسة اللي معروفة طبعا على المخابرات ولكن لا يجب أن تكون معروفة على ما تسمى بالصحافة حقيقة يعني يعود الإنسان عار على أنه ينتمي أو يقول على أنه صحفي وهو يمارس هذه السلوكات اللي هي نشر فيديوهات الناس عراتا في الفنادق والله يمشي يتلصص على حياتهم الخاصة باش يحاول على أنه يكتلهم معنويا إذا أن محمد زيان نشر له فيديو أو قالوا أنه هذا الفيديو يعود لمحمد زيان في الفندق أعلن مكان مع سيدة داخل الفندق وبعد ذلك سحب هذا الفيديو يعني نشر فقط لفترة قصيرة في شفخيخي وبعد ذلك حذف الفيديو الخلفية واضحة الخلفية هي على أن النقيب زيان ساند الضابطة المغربية وهيبة خرشيش اللي حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية واللي هربت فرت بجلدها من مملكة أمير المؤمنين حيث العدالة ما شاء الله موجودة في كل مكان وطلبت الحماية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تعرضت لمحاولة أو تحرش يعني واضح من طرف رئيس المنطقة الإقليمية للجديدة اللي هو ليس سوى واحد من عائلة الحموشي وأتباعي الحموشي هنا لابد نتكلم عن مقارنة بسيطة عما يجري في الزريبة فيما يتعلق بحالات التحرش أو الاغتصاب حينما نقول وهي بخر شيش اللي شهد الشهود على أنه فعلا هذا بمهدي كان يتحرش بها ويأتي إلى منزلها ويحمل الورد وفعل كل ما فعل باش يتحرش بها في مقابل قضية عمر الرادي في مقابل قضية عمر الرادي اللي فقط على أنه واحدة تهمته على أنه يغتصبها في السجن اعتقله مباشرة الريسوني كذلك اعتقله مباشرة فقط لأنه القوح التدويني هذا الشخص يدعي على أنه تعرض لاغتصاب من طرف الريسوني سليمان الريسوني واعتقل سليمان الريسوني وزج به في السجن ولازال يحاكم بينما بمهدي رئيس المنطقة الإقليمية الجديدة متهم بالتحرش عنده شكايات مختلفة أمام القضاء الشهود يشهدون ضده ورغم ذلك ما مسحت ما تكلم معاحت ما حبسحت ما زال يمارس مهامه وشوف ربما عندما لضحايا أخريات في مسيرته المهنية إلى يومنا هذا هم بس تعرفوا أنه لا وجود لأي قانون في الزريبة لا وجود لشيء قاله القانون في الزريبة لا وجود لشيء قاله تطبيق القانون على كل من يخدم مع المخزن وكل من يشتغل مع المخزن ولكنك إذا كنت ضد المخزن أو ضد الملكية أو ضد الهالك أو ضد دجاجته فإنك يبحثوا لك عن الوسيلة يصنعوا لك التهمة من أجل باش إدوك عندهم في سجونهم حيث لا يقدمون لك الديمقراطية ولا يقدمون لك المحاكمة العادلة ولا يقدمون لك الإنصاف وإنما يقدمون لك الظلم داخل سجونهم فتعذب داخل مخافر شرطتهم وتقدم أمام قضاتهم وتصنع لك الأحكام خارج المحكمة ويأتي قاضي ببغاء ينطق بالحكم في حقك ويزج بك في السجون وهناك أيضا تبدأ رحلة طويلة داخل السجون مع المجرمين ومع سجناء الحق العام ومع حالات الاغتصاب وحالات ما يجري داخل السجن رو كارثة 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 لا حدود لها ما يجري داخل السجون المغربية فيما يتعلق بالاغتصاب كارثة لا حدود لها لا حدود لها ليس فقط لأنه المؤسسة السجنية مسؤولة عن ذلك ما هو فقط باش نعوده منصفين ليس فقط هو المؤسسة السجنية هي اللي تخلي حالات الاغتصاب متكررة داخل السجن نتكلم عن رجال رجال نتكلم عن الاغتصاب بين الذكور ما هو فقط المؤسسة السجنية ولكن لأنك أنتجت مجتمعا خارج السجن بهذه المواصفات بهذه الثقافة بهذا السلوك وبعد ذلك يمارس سلوكه أينما حل وارتحل حتى داخل المؤسسة السجنية وهذا لا يمكن حد ينكره لخط السجن يعرف اش واقع داخل السجن اللي قط اعتقل وقط مشالين زقان والله مشال عكاشة والله مشال يتملول والله مشال تيفلت والله مشال سجن تولال والله مشال لكل السجون السيئة الذكر لا يعرف بأن الاغتصاب عادي جدا عادي جدا وهو كيف طبعا النظام يغتصب الشعب فكيف لا يقع الاغتصاب داخل السجن لأن الاغتصاب أصبح ثقافة أصبح الحق الحق يغتصب الحق ما يخلوه خاصهم يغتصبوه خاصهم يدمروه بكل الوسائل طبعا الوسائل ماذا شعر عندهم عندهم الوسائل الدنيسة عندهم الوسائل القذرة اللي تدل طبعا على طربيتهم لأننا نقول مؤسسة الملكية مؤسسة الملكية مؤسسة توسعية مؤسسة مبنية على الطمعة مبنية على التحكم مبنية على السيطرة مبنية على الدكتاتورية مبنية على العنف يعني إما أنها تقبض لك اللي بغت بسهولة والناس ما خصت قاوم وإما أنها تقبض لك اللي بغت ولكن تقبضه بعنف طبعا بالوسائل اللي تستعملها اللي من ضمنها اليوم بواضح اليوم ما تلعوا حد خاف عليه الحقيقة اليوم الذي يسير الزريبة كاملة مراهما هو لا العثماني ولا الوزراء ولا المدرع العامل المؤسسات ولا شكاين ثلاثة أشخاص يسيرون الزريبة اليوم ثلاثة ثلاثة فقط ثلاثة ثلاثة دجاجته والحموشي وفؤاد عبد هابط لهم هذا الثلاثة هذا الثلاثة هو الذي اليوم يسير الزريبة كاملة ويسيرها بماذا؟ يسيرها بالفكر لمخابراتي والفكر المخابراتي لا يتقاطع أحيانا مع الفكر الإداري القانوني اللي يجب أن يحتكم إليه الجميع لما يعد النظام أصلا مبني على المخابرات وهي اللي يسيروا المخابرات في العالم كامل خصوصا في الدول الدكتاتورية عندها شق سيء عندها شق سيء وهذا الشق سيء اليوم في الزريبة هو اللي طالع هو اللي طالع يعني ما تلقى شيء واحد حكي شيء واحد رجل مخابرات حكيم يتصرف بحكمة يحل المشاكل يبحث عن الحلول يعطي الناس حقهم يعني هم يراقبون كل شيء اليوم المواطن البسيط ما يفهم ما يفهم بأن الديستي داخل عروق 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 الناس داخل عروق 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 المؤسسات داخل عروق 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 الإدارات هذا ما يحس به الإنسان ما يحس به الإنسان في المدن بخصوصه مثلا لما تكلموا عن قليميم قليميم الناس مساكنين يشكوا عن الناس توفر بكين لمخابرات مراقبة الموضوع على وهي المخابرات تحصي أنفاس الناس في قليميم المحتل المخابرات تحصي أنفاس الناس المخابرات مؤخرا مؤخرا جاءت واحدة أجنبية راكم عارفين يا الوادنون راكم شوفتم صورها في الفيسبوك جاءت باش تزور قليميم واعتنقت الإسلام واحدة جاءت مؤخرا جاءت من أوروبا جاءت مع شخص نعرفوه وربما تعرفوه كنتم كذلك في قليميم المحتل وأعلنت إسلامها في أحد المساجد وشرعت الديستي تبحث هنا وهناك وتتصل هنا وهناك بل اتصلت حتى بأوروبا من أجل البحث عن المعلومة باش تعرف شكون هذه الصيدة ولجات وماش مشات وشتعدل وكيفاش وأين أعلنت إسلامها هل أعلنت إسلامها خارج المغرب هل أعلنت إسلامها باش تعرفوه كيف تتغون تتغون هذه المخابرات إلى العمق بحثا عن المعلومة ما هو المشكلة أنه تبحث عن المعلومة هذه خدمتها تبحث عن المعلومة لكن هذه المعلومة إذا كانت لا يتمشي توضع بين يدي وحدين لن يحسنوا استعمالها يستعملوها في السي فبئس العمل فبئس العمل وبئس النتيجة مخابرات في العالم فعلا تشتغل بالبحث عن المعلومة ولكن لاش المعلومة لاش المعلومة باش نعطيها لنا واحد ديكتاتوري يتصرف فيها واش نعطينا المعلومة لواحد ديكتاتوري فاسد مجرم يقبض هذه المعلومة يستعملها يستعملها في السي يستعملها باش ينزعم الناس حقوقهم باش يحبط الناس فلصولي لحقوقهم لأن المخابرات اليوم هاتش اللي يقايم عليه خدام عليه وفي قليم المحتل كيف قلت لكم واحد نقل له بالحاج فكان واحدا من أقطاب الديستي وبعد أن طمأنه وعراب الفساد قال له شوف عدل المغادرة الطوعية وقعد مرحبا بيك في قليم المحتل وعدلك على الفيلا وسكن حذارة هون ويشتغل معه وينسق معه وبالله عليكم باش من دولة هذه بالله عليكم اش من دولة هذه بالله عليكم اين هي هذه الدولة التي تتحدثون عنها اذا كانت هذه السلوكات الموجودة على الارض الواقعة وقص على ذلك كاين صحاب السيراج كاين طلابة كاين صحاب سيارات الأجرة داخل سيارات الأجرة كاين داخل الإدارات داخل العمالة داخل الولاية داخل المقاطعة داخل القوات المساعدة داخل المستشفى داخل المحامين كاين المحامين نعرف نفسها كاين الناس المحامين يقبل خمسالاف درهم شهريا من الديستي خمسالاف درهم من الديستي باش يمشي يبقى يلود الملفات دي العباد الله يمشي عدلهم فوتوكوبي ويعطي الملفات الديستي باش شديهم تكلاسيو خمسالاف درهم في الشارت جيه ملاديستي من المال العام باش يمشي يعدل فوتوكوبيات للملفات الناس والله يكلفوا يقولوا سير جيبنا الملف الفلاني والله ش المتقاضي الفلاني سير جيبنا ملفوا يمشي عدل له فوتوكوبي لانه عنده الصفة ويجي المحاق ويجي المحكامة على اساس انه عنده الصفة وهو وراه رجل مخابرات مكلف عميل عميل بقيس يقبط خمسالاف درهم باش يقوم بهذا المهمة هذي تجسس على عباد الله يمشي يجيب الملفاتهم الى حقهم الديستي يمشي يخدموا به وهذا والله ما يقدو كذبوني فيه والله ما يقدو كذبوني فيه والله ما يقدو يرفضوا سمعهم قدامي قدام هذه الحقيقة وقس على ذلك القضاء وقس 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 وبعد تكلمنا على الله جاية مولي التواجد في كل مكان لفلوس موجودة المصيبة ما شهية هذه المصيبة ليست هو التواجد المكثف للعنصر الاستخباراتي داخل الإدارة المصيبة هو أن هذا العنصر الاستخباراتي حينما يصل إلى المعلومة ينقلها إلى جهات لا تحسن استعمالها وحينما لا تحسن استعمالها تعود فيها تعدى على الناس وفيها تعدى على حقوق الناس وفيها تعدى على القانون وفيها طحن القانون طحن طحن يطحنوه إذن واضح واضح على تغول المخابرات في المغرب تغولها بشكل كثيف جدا فأصبحت تديروا كل شيء كل شيء إذنك تمشي العيون المحتلة تجبر كل شيء هذا الشيء اللي يتحرك الشيوخ تحديد الهوية ما يسمى بالمجتمع المدني المواقع الإلكترونية الولاية البشوية كل شيء يتحرك بالمخابرات ماشي مثلا الصحفي مثلا والله اللي عنده مواقع الإلكتروني في العيون المحتلة يقد يكتب بدون ما يفكر على نوره ولا يعود متابع من طرف المخابرات وأنا رأى هذه المخابرات اللي موجودة فهم اللي تنترلوا إذنه إذا كان خرج على السطر لأنه ما يرسلوا يرسموا لك السطر وما خاصوا ما يرسموا لك دايما السطر عندك واحدة السطر خاصتك تمشي فيه وقس على ذلك لذلك لما يبغوا ما أدرك اليوم يقول لكم جيبوا اسمه جيبوا جيبوا تحديد الهوية جيبوا الشيوخ جيبوا الشيوخ بغيناهم في مرقونا واحد الموقف يجبوا في واحد الدار وتجيبهم الداخلية توقف عليهم وتسري لهم العاصر وتسري لهم التمار وتسري لهم الحليب ويحطوا ذلك الشي وعيطوا لقناة الرحيبة تجي وعيطوا للمواقع اللي يبغاوها تجي ويجبوا معهم في الدار ويتوفوا يقول لهم شوفوا هذا هو الخط اللي رأسمي لكم تكلموا ولكن هذا هو الخطاب اللي بغناكم تتكلموا عنه ويعطواهم ميكروفونات ويسجدوا على ظهارهم والتصريح ويقفضوا هذا التصريح وينصروه في الليل في القناة والله ينصروه في شي مواقع وتوفوا شكرا عنه وما رأى شكرا عنه زي عدوا شي بطولة لأنه رأى وعاقب ذلك التصريح متشاره في القناة انتهى موضوع هذيك القضية وهم رأى ولك يبيدل في الأخوة راكب شي باشكرية ولكن ما ما فيه ما عنده روايض مرفوض مرفوض لباشكرية عن تراب وتوفوا وهذا اللي واقع لان نظام الهلكي يبيدل يبيدل في الأخوة ما عنده ولا نتيجة لا لأنه ما ما مخلي الناس تتكلم بحرية ما مخلي الناس تصرف بحرية خاصه يتم يقايدك خاصه يتم يقايدك هو ذلك الطريق اللي يبغى هو خاصه يديك لذاك الباب اللي هو أصلا بغي يلحق كله وهو ما عنده من الإمكانيات ما عنده حتى من الوسائل ولا الإمكانيات ولا القدرة الذهنية والفكري على أنه فعلا ينتج ينتج بيك شي حتى لما يدوم الأموة المتحدة يدوم الأموة المتحدة على أساس أنه يشاركوا في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ويحضروا ولكن يكتبوا لهم الخطاب تمشي إنتا أستاذ جامعي ولا تمشي فاعل جامعوي ولا تمشي بأي تصفة ولكن جيفان يقول لكم هل يصير والله واحد قايد دي الداخل يقول لك هكذا هذا هو الخطاب اللي يتقرى اليوم الببغة وراء يقول لك ضمنين يقول لك الببغة هذا هو رأي يك أنت يخدم معنا الببغة وبسم الله هكو البلاغرة هو اللي يتقرى اليوم قدام الأموة المتحدة عندك تقرى شي حاجة من ذلك شي اللي تعرف أنت والله تبغيت تفلسف علينا هون والله تبغيت تدرينا بأنك لنك فاهمو ذلك الشي ذلك الفهامة خليها في الدار ذلك مشيت من عانا ذلك نحن مخلصي لك الوطيل ومخلصي لك الطيارة ومخلصي لك الترانسبور وعطينا كارجون دو بوش والببغة سكن هذا هذا هو هذا هو الخطاب اللي تقرى أنه الببغة توفا يطلع عذاك ويقرى ذلك البلاغ على أساس أنه هو ليكاتبه وأنه منسجي مع أفكاره ولكن هو نوع هو ببغة يقرى ويصوروه وبعد لقناة دو زين تبارك الله والله مرافو صحراء صحراء مغريبية صحراء صحراء مغريبية صحراء بوليزاريو وما عنده ما يدو صحراء صحراء ديان صافي ويقرى هذا بحال بهمة ما شي جاي ما شي ما فهم ولمو عارف كيف تزري الأمور ماذا يزري في الكواريس على هم يخسروا هذا الفلوس كاملة علاش يخلصوا الطيارات علاش يخلصوا الوطيلات سنك يطوالوا وعليش 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 لأنهم عندهم المصرحة عندهم المصرحة فيك البابغة اللي قاعد قدام التلفاز اللي فهم ما كنت تصنت الكل اللي يعطاه ها لك تستوعبها اللي يعطاه ها لك تسمعها إذن في النهاية شنو اللي يعطي يعطي نتيجة من الأصفار من الأوطان التنمية لا تصنعه بالكذب التنمية الحقيقية ما تنصنع بالكذب تنمية العنصر البشري ما تنصنع بالكذب الدفاع عن القضايا ما ينصنع بالكذب لا يستعمل فيه إلا استعمل فيه وسيلة كاذبة فإنك عارف رأسك بأنك ما عندك شدة عنه بقناعة لذلك زيان أتكلم لهم يعني وعطى تصريح زيان أول شيء كان وزير حقوق الإنسان يعني هذا ما هو شخص عادي يعني باش توصل وقاحة النظام الهلكي دجاجته اللي يعطي التعليمات اللي يتحمل المسؤولية أنا ما نحمل المسؤولية فقط الحموشي أنا ما نحمل المسؤولية للحموشي الحموشي غار بحال وبحال ببغى حتى هو خدام عنده واحد يخلصه في راس الشهر وطالق لأيده على أنه يفعل ما يشاه في المؤسسات وعدا اللي يبغى رحته وغار أداة من أدوات ولكن قبل على نفسه أن يكون هذه الأداة القذلة قبل على أن يكون لنفسه كما صير إدريس لبصري ورأني قلتها كم من مرة إدريس لبصري اللي أنضى 27 سنة وهو وزير للداخلية ما كان يظن بأنه سينتهي به الحال هنا في باريس ما كان يظن على أنه لا يصبح لاجئ في باريس ما كان يظن على أنه يمكن في يوم الأيام أن يحرم من جواز الصفر اللي كان يحرم منه الناس جواز الصفر ذيك الساعة كيف لا تبغي ما أنا عرف شاب التعدل كيف لا تلا يتحصل على فيزة الولايات المتحدة الأمريكية جواز الصفر ما كان يعطى لأي إن كان وخالي أبحاث وديستي ودياشجي وزيد من هون وعلى هذا وأنا أنا شخصيا عاوض وقلت أنا أنا عاوض وقلت أنا في 2004 عاملين بغيت نسافر في أول سفر لليابان عن طريق فرنسا أنا ذاك أول خرجة مع التلفزيون مشيت لعدل الباسبور في ولاية الرباط أنا شخصيا وأنا ذاك خدام في إذاعة وتلفازها من هذه الساعة من 1999 إلى 2004 تقريبا خمس سنوات شخصيا شخصيا مشيت باش ندفع الباسبور قالوا لي لا أنت سحراوي باللاتي وخاص لونكات وخاص كذا وخاص لونكات لاش باسبور علاه باسبور علاه لونكات على واحد من الرباط باغي يدفع الباسبور هذا كلي يدفع الباسبور من الرباط وتعطوه له في السيمانة وأنا تبقى وتقول لي سير وأرجع وباللاتي وكذا وباللاتي نشوفه شاف الدياش وره ما زال ملا موافقة وخاص نشوفه مع المصلحة المكلفة بجوازات الصفر في وزارة الداخلية علاه ما لي أنا هذه الساعة طيح من المريخ جاي من المريخ جاي أنا من المريخ خاصة يطبق عليهم القانون ما يطبق على المغاربة وهذا وعيش قتلكم بأنه وهما ينظرون للصحراويين على أساس أنهم مهم مغاربة وهذه حقيقة والحمد لله عليها رؤية والحمد لله عليه السلوك والحمد لله عليه تصرف والحمد لله ونتمنى أن الصحراويين كانين اللي يشتغلوا مع الاحتلال المغربي أنهم يفهموا بأنه رأى موضوع لهم على ما تستفان من طرف المخزن في يوم الأيام اللي يلقوا من يتخلصوا منك يتخلصوا منك لأنك هل قد تعطيهم دمك ما هم لا يعتبروك مغربي مغربي دائما يعتبروك صحراوي والحمد لله زيادة خير زيادة خير للشعب الصحراوي لأنه المغربي ما هو صحراوي والصحراوي ما هو مغربي اللي بغير تتلصق فيهم يقولوا ما أنا صحراوي مغربي صحراوي مغربي صحراوي مغربي رانكوال اللي تتلصق معه الويل وتنصلك معه النظام مجرم فاسد والله ما يعقل عليك إلا عاد عنده مصلحة فيك له يفتح لك الأبواب وتعدل اللي بغيت ولا حد يتكلم معاك ولا حد يصورك في الوطيلات ولا حد والعكس يفتح لك الوطيلات ويعطوك الوطيلات فابور وتوكل وتشرب ويعطوك البقع والفيلات وتتبرع في حياتك معاهم ولكن إلا كنت ضد المخزن يعدلوا معاك العكس إذا أنا شخصيا تعرضت التعسف فيما يتعلق بجواز الصفر لا لأنني صحراوي لأنني صحراوي وفهمت الرسالة إذن زيان زيان اللي هو وزير حقوق الإنسان السابق وزير حقوق الإنسان في السابق واللي عاش حتى فترة تدريس البصري رعيه اليوم ينكروا به لأنه مرقعاً سطر لأن هذا السطر اللي مراصم لك المخزن هو اللي خاصة تمشي فيه هذا السطر هو اللي خاصة تبقى ماشي فيه إلى النهاية لأن هذا السطر يخدمهم ومصالحهم سعليت مرقعاً سطر ترجع لك ترجع لآدميتك وترجع لكرامتك وترجع لشرفك فإنك تصبح هدفاً للمخابرات المغربية اللي قد يصوروك في الوطيل قد يعدو لك الفوتوشوب قد يودو لك أي حاجة أي حاجة باش يكتلوك معنوياً لأنه ما عندهم الهدف شنه؟ الهدف هو القتل المعنوي شنه القتل المعنوي؟ عارفين بأنك تؤثر فحل المجتمع والله عندك صورة عنده أحد المجتمع هما باش يعزلوك عن هذا المجتمع يفبركو لك هذا الشي وينشروه عندهم الأدوات اللي هي قناة ولد والطام ونأكدها ونقولها لو كان متربي ولد طام ولو كان متربي طربية ولو كانت طام وربات ولدها بطريقة اللي كيف تربينا كاملين ما يعدل ذا في أمهات الناس والله في الناس ولا يقبل على أنه ينشر فيديو لزيان فلوطير والله ينشرع لفلان والله ينشرع لفلان والله علان والله يظل نهار كامل يدوح في الزناق يلود لهذا من عرفه هذا اغتاصب أخته هذا من عرفه هذا يمشع عنها رجل هذا يجع من عرفه هذا هربت عن أولاده هاش هذا الأوساخ ليش هاي الأوساخ ليش هاي الأوساخ اللي عادت تظهر في 2020 مع نظام دجاجته وفي ظل صحافة دجاجته إذن محمد زيان أصبح اليوم هدف لا لأنه يدافع عن المظلومين والمظلومات وكل من يدافع عن المظلومين والمظلومات خاصه يعود حتى هو هدفا باش ما يقول شي محامي من بعد أنه يدخل في شي قضية ما تروح فيها البوليس كطرف والله فيها الزريبة كطرف والله فيها شي مسؤول غير مسؤول في طرف آخر إذن زيان اليوم بغاوا يدمروه معنويا بغاوا يدمروه وهذه قمة الإفلاس لأنه ما يوصل لحد أنه حتى زيان يعود هدفا لهذه المخابرات وصخفتها فتلك نهاية نهايات ونعرف بأنه النظام الهلكي أنا نقولها ونكررها وأتحمل مسؤولتي فيها النظام الهلكي ماشي إلى الهاوية باش ماشي إلى الهاوية باش بنحنا بفضحنا بنصرنا احنا رأينا لنقبضه قضايا هو الذي يصنعها هو اللي يصنع زيان هو اللي يصنع قضية زيان مع وهي بخر شي شو معا مع ابو مهدي هو اللي يصنع الزفزافي قضية زفزافي هو اللي يرتاكب أخطاعة في حق الزفزافي هو اللي يرتاكب خطاعة في حق كذا وكذا كل القضايا اليوم نتكلم عنها هي قضايا صنعت في المغرب اصلا ما صنعناها احنا هون احنا صنعناها هون كاعدنا نتكلم عنها ولا صنعناها هون ورسلناها المغرب فأصبحت مادة للسخافة وبعد ذلك قاعدنا قالوهم نركبوا عليها باش ننصفوا الحسابات اذا نسلعوش قال شقال زيان زيلاق نحو الفساد قاعدين كله يوصل من هات الطراجة اللي احنا وصلنا اليوم اي نقطة اللي يقول مهمة ان البرح كان يقال لنا بان الاسفب السياسي حوادث السير وليما مع التطور من التكنولوجيا والحدثة اللي وعدنا بها النظام المغربي ما الشهاد مغيره سنبدل حاولي تسير ب اسلوب آخر دي التعمل مع الحقوقيين مع المفكرين مع الصحفيين مع النقابيين مع السياسيين اذا هاي النقطة هذه نقطة مهمة قالك بأنه في فترة الدكتاتور المقبور الحسن الثاني كيف يتصرفون كانوا مع المعارضين هو حادثة سير الله ارحمك حادثة سير ويدفن معك تدفن معك اصرارك وتدفع معك قضيتك اليوم لا الاسلوب شنه الاسلوب حادثة سير اخرى شنه حادثة سير هي الجنس يعني يعتمدون كثيرا على الجنس بعدين نفتح قوس في هذا السياق هو الشخصي يعني الشخصي كل ما هو شخصي فأولاده زوجته عائلته همه أبوه هذا هو هذا هو رصيدهم رصيدهم باش يقدوا يدافع عن أنفسهم هو هذا الجانب لما نقوله موضوع الآخر معناه على أنه فم عقدة عقدة عند الحموشي أنا أعتقد أنه فم عقدة عند الحموشي فم عقدة يجب البحث فيها وعقدة عند وولد طامو كذلك عنده عقدة لأنه لما تشوفها الموقع والله تشوفها القناة والله تشوفها الجهاز مركز فقط على هذا الجانب معناه على أنه هذاك اللي أصلا يسيره عنده مشكلة عنده مشكلة كائنة مشكلة كائن فم خبايا وهذا الموضوع عند حتى دجاجته عند دجاجته وأصلا تعتقدون أنه واحد يعود فيه الكبرياء ويعود فيه الأنفة ويعود فيه الشرف ويعود فعلا قادر على أنه يدافع عن مواقفه ويعود زعيم يعني يحمل صفة زعيم ما لا يدور به لا يدور به هريلات يدور به الناس اللي لا كفاءة لهم ولا يدور به الناس الزعماء اللي قادرين يقودوا معاه هذا المشروع اللي هو حامل اللي واضح وأنا كنت أنا أدخلت الإذاعة وتلفزة في 1999 أنا جيت قبل وفات لمقبور حسن ثاني بأيام إلى استوديو رقم 4 وعشت لحظة النهار حتى أنا كنت شغال هذا النهار النهار إعلان وفات لمقبور حسن ثاني وشاهد كيف وضعوا القرآن وكيف يعني هذا المشاهد كاملة أحذرت لهم وبعدها عايشت عايشت الجانب السياسي كيف أنه تطور تطور الحكومات اللي جات مع دجاجته بعد ذلك من 99 إلى إلى يومين هذا وشفت يعني كيف على من يشتغل على من يعتمد دجاجته كيف صنع ما يسمى بسياسته الحكيمة والرشيدة وسعيدة ونعيمة وزبيدة وكذب الأحمر السياسة الرشيدة السياسة السياسة الحكيمة تبارك الله ديال دجاجته السياسة الحكيمة حكيمة تبارك الله حكيمة حكيمة تؤدي إلى الكوارث الحكمة ديال دجاجته وحكمة أصحاب دجاجته تؤدي إلى الكوارث الحمد لله لما قلت شيء ثاني يما لو كنتوا قلتوا السياسة الناجعة خلقتوا شيء كارثة أخرى أكبر من هذه الكوارث اللي تنتجوا كلنا الانجازات ما عندكم انجازات باش نتكلموا عنه ايات انجازات نتكلموا عنه اعطوهم اننا نتكلموا معاونكم بهم اعطونا انجازات في مجال القانون في مجال القضاء في مجال الحقوق اعطونا شيء حاجة نتكلموا عليك انتم ما أصلا صنعتوه احنا نتكلمون نتبرو لكم نصف فقوركم نقول لكم برافو عليكم انتم ما خالق قاعدين نهار كامل تخلقوا مشاكل قاعدين قاعدين انتم كامل في هذا العقول كامل اللي عندكم قاعدين تخلقوا مشاكل اليوم وغداو بغد غداو بغد غداو بغد غداو بغد غداو بغد غداو بغد تحلوها بمشاكل بالبلاغات بغد تحلو المشاكل بالبلاغات بالتهديد عيب عد الله بالتهديد يعني عندكم غير التهديد صافي راك تحلو مشكلة خلقتوا مشكلة قد لخلاء ترك مشكلة الزيان مع وهيبة خرشيش مع ابو مهدي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الكونجرس الأمريكي وتحلوها بمشاكل بلاغ وزارة الداخلية اللي تكلم نقطعوا له رساله صافي حليتوا المشكلة تحل المشكلة صافي صافي تركوا في هذه الفيديوهات كاملة اللي كانوا في اليوتيوب على وهيبة خرشيش وعلى الزيان صافي تهنى كنوا هانين نسي الكل يخدي المخزن تهنى وكونوا هانين بخالوا على خير رساله صافي الأمور قضية ما يمكن ما يمكن ليعود نظام يعتمد على البركاس يبغي ينتج النجاح ما يمكن لك باش لي تنجح تنجح هي لدورت براسك الناس اللي في المستوى هي لقلبت على الناس اللي في المستوى وانا نتكلم مثلا عن تجربتي داخل الإذاعة والتلفازة كيفاش بغيت الإذاعة والتلفازة المغربية تنجح ويعود عندها إشعاع ونتتحط فيها البركاس كيفاش كيفاش بشمال منطق انتخذ دام بشمال منطق حاط واحد شفار هذي عشرين عام هو قاعد على الكرسي اللي هو الديكتاتور العريشي عشرين سنة وهو ينتج لك الفشل كل نهار كل نهار ينتج لك الفشل ينتج لك الفشل مع الصبح وينتج لك الفشل مع عشية النهار وينتج لك الفشل نهار الثاني وينتج لك الفشل نهار السيمان اللي يبع عقبها وينتج لك الفشل العام اللي عقب ذاك وينتج لك الفشل قرن اللي عاقب ذاك وبخليه في بلاسة الدنيا هانية محمي لأنه هو واحد من خدام الزريبة وبغيت الإعلام ينجاح وبغيت الناشرات يعودوا عندهم إشعاع وبغيت البرامج يكون عندهم تأثير على المجتمع وبغيت يكون هذا الإعلام دي القرب من اللي يجي القرب يطعح عليه الوحي بغيت يطعح عليكم أنتما الوحي من الوحي للقامر اللي كان فيه محمد الخامس بغيت يطعح عليكم الوحي باش يعد عندكم النجاح أنتما لا يمكن أن تصنعوا النجاح لأنه ما عندكم الأسباب للنجاح أنتما فيه ما كان شي ناجح خاصكم تهرسوا كان محامي ناجح تهرسوا كان صحفي ناجح تهرسوا كان قاضي ناجح تهرسوا كان بوليسي ناجح تهرسوا كان دراكي ناجح تهرسوا كان عامل واللوالي ناجح تهرسوا لأنكم ضد النجاح لأنكم ضد النجاح وهذه العبارة أختصر لكم رأيك ثواني قال لكم قبل ذلك كنتم تقتلون معارضيكم بالسيارة وبحوادث السير اليوم تحاولوا تقتلوهم باش بقناة مول والطامو وبالمخابرات وبالفوتوشوب وبالفيديوهات المفبركة الله بالمقالات مقالة تقرأ العنوان تقوله هون لين ما نعرفه شي واقع شي كاريثة من يجي تقرأ تلقاه مكتوب في غرف المخابرات كل الكاتب وكاتب وشي أمي قاعد فهم ما عنده لا أصل ولا شرف قاعد يكتب عن الناس وينشر السموم ويعطيها للشعب الكليخ والشعب الكليخ يستهلكها بسرعات سبحان الله بسرعة هذا الشعب يستهلك أدرك تعطيه شي حاجة مادة هي معقولة ما يهضمها تعطيه شي مادة ما عنده بابا لا رأس ولا ساس يفلعها بالعجلة ويعود يتكلم بها ويروجها وينهون والهي 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 إجرامية تحريض ما نعرفهاش عدم تقديم مساعدة لمرأة في حالة قطر وتبارك الله وهل أستاذ الجامعي الفلاني وهل الموقع الفلاني وهل الصحافة الفلانية وكذا وإنه واعتقل ويروجه بالعجلة 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 والساعة اللي قلنا نكذبنا أنه يسكتوا ساعة اللي كذبنا يسكتوا كل شي يسكت لماذا لأنه خبر قيمته يسكتوا لماذا لأنه مجتمع منافق لأنه مجتمع يكره يكره الخير للناس بغي خاصة يشوفك غرف الشر خاصة يشوفك غرف الأذى خاصة يشوفك وقع لك شي حاجة أنت تدافع عنه أنت باغي يعود عنده يعود أصلا هو بشرة موجودة على عرض الواقع باغي هذا النظام يتعاون معه كإنسان وهو لا هو كتابع هذاك خناقه خاصة يجيس هذاك خناقه هذاك خناقه شكونا هو 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 دجاجته هو نظام دجاجته هذه المعادلة المعادلة بسيطة جدا لا تحتاج لتفكير ولا شي المجتمع الكل رباه نظام الكل على أساس أنه أي حاجة يعطيها له جاي من عند المخزن خاصة يعتبرها قرآن المنزل وليس فقط قرآن المنزل وليس فقط يروجها وليس فقط يعلي طرويجها وأي حاجة فيها المنطق وفيها العقل وفيها التحليل نحن نتكلم عن قضية زيان وواهي باخر شيش زيان مغربي وواهي باخر شيش مغربية أبو مهدي مغربية وكانوا يشتغلوا في مؤسسات مغربية وما كانوا خدامين مع المخابرات الجزائرية كيف تقولوا والله كانوا خدامين مع عشر مخابرات دي العالم وقال لهم نزاع إداري هذه السيدة قدمت بالشكاية قدام المحكمة هذا المحكمة على ما تنظر تعطيها حقها يكلتوا الدولة الحق والقانون على تحقون تومها هذا الملاح كاملة زيد من هون زيد صورها زيان نشر الفيديوات اكتب البالاغ ديال الداخلية والتهديد وزيد وملفكم يمشي الامريكا ويعود عند المجلس الكونجريس الامريكي وتعلم بيكم الخارجية الامريكية ويعلم بيكم الفضائح من كل بلد وانتما قادين هذا كل مشكل النهار لو الذي لا يساوي النقطة في البحر أعطيه هلو شي أعطيه هلو شي النظام عارفين ويتحكم في المغرب شكون هاته بومهدي في ملك الله سبحانه وتعالى وشكون هو هذا الحموشي في ملك الله سبحانه وتعالى اللي ما يسرع له القانون وشكون هاته والطام واللي ظل نهار كامل يشرفه في الأكاذيب وما يسرع له القانون شكون هو في ملك الله سبحانه وتعالى وشكون هاته الناس اللي ينصروا أي خبر يجبروه في الانترنت وينصروه يمين ويسارا ما يحاكم محده ليحاسب محد شكون هم في ملك الله سبحانه وتعالى من يجابوا هذا النفوذ هذا اللي يعودوا في زريبة ما يحاكمهم حد هم يحاكموا الناس هم مقابلين الناس يحاكموهم هذاك اعتاقلوه هذاك ما نعرفه هذاك الحلاصة النظرية وهما ينشروا الأخبار الكاذبة ما كان حد يتكلم معاه بما فيه احتل فيسبوك فيسبوك ما يبلغ عنهم ما يحذف لهم المنشورات ما يعاقبهم قد شفتوا شيء عياشي اليوم قلكم بأن قد شفتوا شيء عياشي قلكم عنده عنده الحظر لثلت أيام ولا سبط أيام ولا سيمانة ولا نهار عملكم شو أعت في فيسبوك من العياشي يقولكم أنا رجاني الحظر قال الله أعطي الله أعطيني حد جواب يقول له العياشي الفلاني اللي يقول في التفاة من نهار كامل رام حظره له فيسبوك ما هو كين علاء لماذا لأن اللوك اللي مكلفين بحظر الحسابات الأحرار كلهم خدامين مع هذه المنظومة الفاسدة اللي لا تنتج جواله تنتج القمع القمع خاصة الإنسان يتكلم خلونا شوف خلونا شفارة خلونا نصرقوا خلونا نطحن القانون خلونا نتكرفسوا على وليات الناس خلونا نتكرفسوا على الزيان وعلى أي واحد حر في المغرب ولكن عندكم تتكلم وتتكلموا لما مرقنا لبلاغ نوقفوا له حسابي حساب وعننا لإمكانيات باش نوقفوا له حسابي حساب وحنا عنا الفلوس الفلوس خلوناها منكم أبوكم هذه الفلوس اللي أنتم تستعملوا تسروبها هذا النفوذ هنا وهناك خلوها لكم شي واحد من الورث خلوها لكم حد في الورث هذا ذكرها فلوس الناس هذا ذكرها أمانة أمانة ولكن مين تعرفون أنتم أمانة ما علاقة تكونوا بالآنة أنتم ما ما فيكم ولا واحد يقعد مع رأس وبعد يفكر يشك يعدل يفكر بعد أشنو التصرف الفلاني لا بغيت نعدل شي تصرف أشنو هنا قراه قابل أنني نقوم به وأنتم كلها ما نعرفاش ها المالك ها المدير العام بقيت في المدير العام لمراقبة الكذب الأحمر بقيت في المدير العام للآمن الوطني بقيت في التيتر واش بقيت في التيتر ولا بقيت في الكمبي و القرافطة بقيت فاش تنتج أشتغل أنتم تنتج المجتمع أشتغل أنتم سلوكاتكم كلها ما كان يغلق مع كلها تتعنفوا الناس تتعداوا على الناس ديري يرداركم قانون كحدكم 本当م تقانون في العالم وحدكم 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 قانونكم اتصرفوا فيه كيف بغيتوا تحكموا على الناس كيف بغيتوا تنشروا اللي بغيتوا تحذفوا اللي بغيتوا تحبسوا اللي بغيتوا تطردوا اللي يبغيتوا تتجوعوا اللي يبغيتوا تتكارفسوا اللي يبغيتوا انتما منين شمن قار رطحتوا منها منين جيتوا منين أصلكم منين هذا ما يعدلوا المغاربة الأحرار انتما ما يكن مغاربة أحرار انتما يمكن غير ملقاطين جاي يمشي بلاسة أخرى المغاربة الأحرار ما نعرفون عايشنا معهم 25 عام 25 عام وحنا عايشنا مع المغاربة أنا شخصيا تكلم على راسي 25 عام وأنا في الرباط خمسة وعشرين عام تقريبا ربوع قرن هذا ما هو معروف على المغاربة الأحرى يغردتم هذ الملقطين فين ما كان شي ملقط معين مع دجاجته فين ما كان شي واحد ما عنده شرف ما عنده شي عقد يبقى يلوح على عباد الله ويتصرف فيها ويشغل بها جهاز كامل يعود يشغلها على هذه العقدة اللي هو فيه ويتكلموا عن الناس الأحرار لا يخصوا يتعالج أرى أنتم مالخاصكم تعالجوا روزكم أنتم مالخاصكم تمشوا تعالجوا روزكم وإلا فشلتوا حطوا الصواري تصيروا في حالكم إلا فشلتوا في تدبير هذه المؤسسات اللي معطيها لكم بالملايير وبالموال وبالإدارة وبحق التعين وتعين واللي يبغيته الطير واللي يبغيته حطوا الصواري تصيروا في حالكم المغاربة راهم مقارهوكم المغاربة راهم فاطمولكم المغاربة الأحرار نتكلم عنه لا نتكلم عن شعب الكوليخ والله ذاك القاطع دي الكوليخ هذاك ما نتكلم معه هذاك خليه يشوف ولد مولد طام الأحرار اللي باغين فعلا يستفيقوا وباغين يعرفوا حقيقة هذا النظام اللي كالهم وكال أموالهم وكال حقوقهم وشردهم وكارفصهم ولا زالي اليوم من هذا ما كينحتش واحد اليوم عنده الثقة في النظام الهلكي قل لي شي مغربي عنده الثقة في النظام الهلكي ما تكلم عندك اللي عندهم مصلحة واللي باغين النظام يستمر لأنه في صالحهم لأنه عنده مصلحة مع النظام يعطوه شوي أنا أتكلم عن الناس الأحرار اللي فعلا باغين مصلحات المغرب كبلد كجغرافية مش كالنظام سياسي أنا ما أتكلم عن نظام سياسي نظام سياسي رأخدق قد يعود نظام الجمهوري يغدق ولا هذك ساعة أقول أننا أنتما خوانة خوانتاش خوانتاش اللي خوانه هو يعود واحد في المسؤولية قاعد في المسؤولية وخيل المسؤولين اللي عنده هو خاصه يحتكم القانون هذا قضي هذا أبو مهدي خاصه يتحاكم هذا خاصه يتوقف فوريا عن الخدمة وخاصه يتقدم المحكمة بحاله بحال الناس يتحاكم بحاله بحال الناس واللي يساعدوا في هذه القضية كان ليتحاكم ولكن لما نكونوا نتكلموا عن دولة الحق والقانون وما نتكلموا عن زريبة قايدها واحد بالأعقل وتابعين وواحدين هاللي عنده عقد هاللي عنده عقد الجنس هاللي عنده عقد ما نعرفهاش شمن دولة هذه تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر